خدت بتار مين هو انت النهاردة اللي خلي بالك موضوع غازة ده ملوش علاقة بإيران اللي عمله نقولك إيران واتحرر وقودس رايحين عاديك شوفت ستة شهور ما فيش رصاصة رصاصة ستة شهور ايه من تسعة وسبعين تسعة وسبعين ما فيش رصاصة طلعت من الأراضي الإيرانية إلى إسرائيل إلا لما تعرض تعرضت لنهاية القنصلية دي أرض إيرانية فقرر إنه ياخد بس ياخد إزاي ويدرب إزاي وينتقم إزاي هل ده انتقام هل ده انتقام في العسكرية ممكن نهاردة ملف كله هنتكلم في كل هذه التفاصيل هل ده انتقام هل حصل فعلا أي تأثير ولا ده كمان من امبارح للنهاردة هل غازة موجودة في الإعلام لا يبقى مين النهاردة اللي كسب اللي كسب مين هو رقم واحد رقم واحد نتنياهو ليه نتنياهو كان عنده مظاهرات على مدار الست شهور اللي فاتوا أول يوم يبقى شيء مظاهرات انبارحه النهاردة يبقى دي رقم واحد نتنياهو هو الكسبان رقم واحد رقم اتنين نتنياهو كان حصل العالم كله واخد موقف ضد نتنياهو بدأت إسرائيل يعني تحيتها وفي يعني العالم كله خلاص بيما فيهم الأمريكان والأوروبيين مش كده خلال الفترة الأخيرة انبارح تعود أمريكا بمنتهى القوة ومعها فرنسا ومعها بريطانيا ومعها دول غربية بالكامل مع إسرائيل ودعم إسرائيل يبقى أنت رجعت مرة أخرى هذا التحالف يعود أقوى مما كان عليه يبقى هادي رقم ثلاثة يبقى من اللي يخسر النهاردة غزة من اللي كسب نتنياهو هل إيران خسرت جداً ليه خسرت إيران لأنها لم تحقق أي هدف إلا لو كانوا شايفين الصاريخ الفيشين كدية اللي طلعت وعملت شوية هلع ويناس وجروا كله في إطار السيناريو المتفق عليه الإسرائيل قالوا كده والأمريكان قالوا كده السيناريو المتفق عليه أي حد تاني يرغي بقى راغي قل لك آه وإحنا عملنا وإحنا ودينا كله كلام ما يجيبشي ولا ليه تأثير زيرو تأثير وصير ولا شيء تأثير وصير ولا شيء